اشتركوا في القناة لحساب الجولة الثانية من التصفية الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 اخر مباراة في التصفية قبل كاسر امام افريقيا احنا كان مرفأ شواء جيدة كان حضر ما يمكن اننا نكونوا على أتم استعداد للمواجعة وتحلينا فرصة ان المنتقب الاريتيري نساحب من التصفية فهذا احد نقطة ايجابية اننا نكسبوا بعض الوقت من الاجل الانسيجاب فالحمد لله المجموعة ككل على أتم استعداد للمقابلة وان شاء الله الكاسر امام افريقيا بحضور جميع اللاعبين وسط اجواء حماسية اجرت العناصر الوطنية الحصة التدريبية الاخيرة حيث حاضية الوافد الجديد سوفيان ديوب لعب فريق نيسا الفرنسي بمعاملة خاصة من زملائه في الفريق الوطني سعيا منهم لتسريع عملية اندماجه مع نوية تعالية تسود العناصر الوطنية التي فضلت السفر مبكرا لتأقلم مع الاجواء التنزانية حيث سيمكث المنتخب الوطني اربعة ايام قبل مواجهة نظره التنزاني يوم الثلاثة يذكر ان المنتخب الوطني يوجد ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات زامبيا والكونغو برازافيل والنيجر وطنزانيا تنزانيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانس قنقر ترجمة نانسي قنقر